أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أعرب عن خالص الشكر والتقدير لكل منتسب الداخلية على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال تواجدهم ضمن الصفوف الأولى من أجل التصدي لفيروس كورونا المسجد كوفيد ناينتين والحد من انتشاره وجاء ذلك في برقية شكر بعثها الصالح إلى عموم منتسب الوزارة من قادة وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ومهنيين ناقلها بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة